في الملفات الرياضية يعقد في هذه الأثناء الجمع العام لمكتب النادي الملكي لزوارق الشرعية بطنجة لتحديد اسم الرئيس الجديد حول هذا الموضوع نستمع لمرشح انتخابات الرئاسة السيد كريم الشراط يحدثنا عن برامجه المرتقبة وعن دواعي التغيير نريد انتخابات من أجل التغيير حتى المكتب الموسير القديم تقريباً ما شاء الله يكون دوز 22 سنة في النادي الملكي لزوارق الشرعية بطنجة وشرفوني زملائي أعضاء في اللائحة برئاسيتها والحديث باسمها لغمار جمعين الانتخابي هذا المكتب الموسير القديم الحاجة الوحيدة اللي كنشهدوه بها وشخص رئيس دياله السابق صراحة هو دافع للمقر ديالنا بالنسبة للبرنامج ديالنا إن شاء الله سوف نحاول تنظيم سباق القوارب السنوي للنادي المنصوص عليه في النظام الأساسي أولاً وتنظيم أسبوع البحري الدولي لطنجة سيكون فيه إن شاء الله سباق القوارب الشرعية الخفيفة والمأهولة ومسابقة الصيد البحري الرياضي والغطس والصيد تحت سطح البحر وركوب الأمواج ولملاء عملية البجع للمحافظة على البيئة وتنويع المنافسات وزيادتها القوارب الشرعية والصيد والغطس وغيرهم إعداد أبطال إن شاء الله في المستقبل بالنادي والمشاركة في المنافسات المحلية والجيوية والوطنية ولملاء الدولية بحول الله ونقوم بتعزيز الترويج للنادي حيث ندي اليوم وخوى ندي عريق من 1925 نحن الزاف ديال الناس اللي مهتمين بالشأن الرياضي ما تعرفوش ما كيبانش في الساحة ومشين ما كيعرفوش ما كيبانش في الساحة الساحة ديال المباريات على الصعيد الوطني ولا الجيوي والشي اللي بغينا إن شاء الله الهدف ديالنا هو إن شاء الله النادي يتعرف النادي يتعرف ويتحل العموم وخلق التؤامة والشاركة إن شاء الله مع نوادي أخرى يجوا عندنا إحنا نمشوا عندهم تنظيم أيام سنوية للأبواب المفتوحة نشر الملتقيات الرياضية للنادي عبر وسائل الإعلام والتنظيم إن شاء الله بحول الله الذكرى المئوية للنادي في سنة 2015 الجمعية آلية لتحقيق صالح الرياضات البحرية المغربية ودعما لكل الرياضيين وفي خدمة كل أعضائها لتحقيق وتنفيذ مشاريعنا وتصوراتنا ومخططاتنا التنموية التي ركزت عليها خطابات وتوجيهات صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وأياده والذي رفع من شأن الرياضة والرياضيين موسيقى موسيقى موسيقى